حقيقة مش جديد عن منتخبنا الوطني لكرة اليدرجال انه يحصل على هذه البطولة النهاردة بطولة الامم الافريقية والمقامة طبعا عندنا في مصر ويتوج باللقب للمرة التاسعة في تاريخ والحقيقة النهاردة بيفوز على المنتخب الجزائري بفارق كبير حقيقة 29-21 في نهاية هذه النسخة اللي مقامة على ارض مصر هي ممكن بطولة الامم واخدة شوية بطولة الامم الافريقية لكرة القدم واخدة شوية مننا الوقت لكن بيعيدوا ابطالنا بيعيد الجماهير للصلاة المغطى والجماهير المصرية وتوجودها النهاردة من خلال هذه البطولة حقيقة من خلال اداءهم من خلال اسرارهم على الحصول على هذه البطولة حقيقة بيتأهل طبعا للأولمبياد 20-24 مقامة طبعا في باريس وبالتالي يعني منتخب مصر لكرة اليد حقيقة متفوق بشكل كبير جدا في كرة اليد في افريقيا والحقيقة وجودهم كمان في المحافل الدولية برضو شيء رائع بيقدموا اداء رائع حتى مع ابطال العالم وبالتالي مش جديد عليهم النهاردة ان هم يفرحوا المصريين وبالتالي يعني الف الف مبروك لمصر الف مبروك لسيد الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رائع طبعا رياضة في نفس الوقت ايضا الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كل الناس كانت سعداء النهاردة بهذا الانجاز الحقيقة والشكل الحلو اللي كان موجود من نجومنا الحارية وابطالنا نجوم كرة اليد المصري ترجمة نانسي قنقر